أكد وزير الخاربية روسي سربيا لفروف أن النظام الرئيسي الأوكراني فولودنير زيلينسكي يؤثر على الأمن القومي لأوروبا هذا وقد شدد لفروف في كلمة مسجلة له أمام مؤتمر نزع السلاح أن روسيا لن تسمح لأوكرانيا بالحصول على الأسلحة النووية مشيرا إلى أن العملية العسكرية الروسية تهدف لنزع السلاح من حكومة كييف نظام زيلينسكي هو يؤثر على الأمن القومي ليس فقط في أوكرانيا وفي روسيا بل وفي أوروبا أجماعها وبلا شك كل ذلك متعلق بالقرارات لاستحواذ على القنبلة الذرية ولكي تصبح أوكرانيا دولة نووية بالإضافة إلى أن أوكرانيا تتمتع بكافة البنى التحتية التي تؤهلها أن تصنع وأن تكون دولة نووية ورثتها عن الاتحاد السوفيتي وروسيا كعضو في مجلس الأمن والتي أيضا أخذت على عاتقها معاهدة عدم نشر الأسلحة النووية لن تسمح لأوكرانيا بأن تحصل على الأسلحة النووية وعلى التكنولوجيا للتخصيب اليورانيوم موسيقى